اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 أسماها وأعلاها منزلة في الدنيا والآخرة فقد جعلها الله خير أمة أخرجت للناس أبين ذلك بكتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وجعلها شهود الله على خلقه يوم القيامة فقال وكذلك جعلناكم أمة مسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والشهادة من شرطها العلم فلا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به فقد قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقد أخرج البيهقي في سننه بإسناد فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشفس إذا طلعت قال لعم قال على مهلها فاشهد أو دع فلا تكون الشهادة إلا على معلوم لذلك أخر الله هذه الأمة فجعلها آخر الأمم الدنيا وعجلها يوم القيامة فجعلها أول الأمم يوم القيامة وقد صحب الصحيحين على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بإذا أنهم أوتوا الكتابة من قبلنا هذا يومهم الذي اختلفوا فيه أدان الله له فالناس فيه لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس وهذا المقام الشريف الرفيع يحتاج إلى تحدي وتشعر هذه الأمة لكل وقت من الأوقات بتحدي يؤلف بين قلوبها ويجمع كلمتها فالتحدي هو الذي يؤلف بين القلوب ويجمعها على العدل والقيم ولذلك قال عويف القوافي لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد بذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد من التحديات الكبرى التي تمر بهذه الأمة المحطات العظيمة في تاريخها وأولها وأعظمها محنة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد توفاه الله وهو في أشد قوته وأوجع عطائه والوحي وأشد ما يكون تتابعا والرسول صلى الله عليه وسلم في أتم رشاط وأتم قوة ليس في وجهه ورأسه من الشيب إلا شعرات دون الأشري فتوفاه الله فكان ذلك امتحانا عظيما لهذه الأمة ارتد بسببه كثير من الناس عبدين الله وحسر المهاجرون والأنصار في المدينة وهم أهل مكة بالردة حتى منعهم سهيل بن عمر وهم أهل الطائف بالردة حتى قال لهم أثمان بن عاصي يا ما شرث قيف لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ردة فكان رجل التحدي في تلك المرحلة أبا بكنا الصديق وقف لهذه الأمة موقفا أيد الله به الدين فوقف في وجه الردة وجمع القرآن في الصحف الأولى وسير الجيوش وكسر قراب سيفه وقال أينقص هذا الدين وأنا حي وألف بين قلوب المهاجرين والأصار وجمعهم في الصقيفة على كلمة السواء بالحجة والحوار ثم بعد ذلك جاء التحدي الثاني وهو تحدي فكري والتحدي الفكري أشد من الأزمات الأخرى وهذا التحدي الفكري كان أزمة التكفير والتطرف والغلوب التي أدت إلى سقوط الخلافة الراشدة وأدت إلى قتل اثنين من الخلفاء الأربعة الراشدين هذه الأزمة جاء بها شباب أصحاب تدين في أغلبهم ولكنهم أصحاب جهل في جمهورهم وعمومهم ولذلك قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان صفحاء الأحلام يتكلمون بقول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من أغلبية ينظر أحدكم في سنانه فلا يرى شيئا وينظر في قذذه فلا يرى شيئا ويتمارى بالفوق الفوق آقل السهم الذي حزز من أجل أن يكون في حبل القوس ويتمارى فيه الإنسان هل بقي فيه شيء من فرض أو دم بعد أن يخرج من الرمية معناه لم يبقى معهم من الدين شيء حتى أخذ شيئا تمارى بالفوق كان الرجل تلك المرحلة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاستطاع الانتقال السلس من الخلافة الراشدة إلى الملت العاط على وحدة الكلمة ووحدة الأمة ووحدة الشريعة وقد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه فقال إن ابني هذا سجد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ثم بعد ذلك جاءت الأزمة الثالثة وهي شيوع الوطنيات والقوميات والشعوبية المضادة لوحدة المسلمين وجاءت هذه الشعوبية في الأصل من فارس فهم الذين تعصبوا للفارسية حتى قال شاعرهم تشار النبرد من مبلغ عني جميع العربي من هو حي منهم ومن ذوى بالترب أبي الذي أسمو به كسراء وساسان أبي وقصر خالي إذا عددت يوم النسب إلى أن يقول ولا حدا قط أبي خلف بعير أجرب يغمز العرب في حياتهم وعلاقتهم بالإبل التي هي آية من آيات الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وأدت هذه الأزمة إلى قروش الدولة من يد العرب وذلك بسقوط الدولة الأموية وانتقال العاصمة من دمشق إلى الكوفة إلى العراق وقامت هذه الثورة وقادها أبو مسلم خراساني وكانت تحت لواء آل البيت ولكن ليس لآل البيت فيها كبير شيء وإن كان فيهم بعض الرجال الأقوية في دولة من العباس ولذلك قتل المنصور أبا مسلمين وقتل المهدي كثيرا من دعاة الشعوبية ولكن مع ذلك صارت ديوان كله ديوانا عجبية وجاءت الأزمة الرابعة بمجيه هلاكو التتار وليست القضية قضية حرب في المسلمون متعودون على الحروب منذ النشأ لكن الأزمة أزمة قانون حيث جاء هلاكو بالياساق وهو أول قانون عرفه المسلمون خالج شريعة الله وأراد أن يفرضه على المسلمين فوقف العلماء المجتهدون والأمراء الصالحون في وجه هذه الأزمة حكارت دوها كما وقف أئمة الملاهب في وجه الأزمة التي سبقتها ثم جاءت الأزمة الخامسة بسقوط الخلافة العثمانية واستعمار البلاد الإسلامية وتقطيعها إربا إربا وكما تعلمون كان في دستور الجمهورية الفرسية أن الجزائر جزء لا يتجزى من فرسا وهذا الذي وقف في وجهه العلماء والقادة الربانيون والمجاهدون وقد سمعتم قول إمامنا عبد الحميد بنباديس رحمة الله عليه شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله قال مات فقط كذا فوقفوا في وجه هذا الاستعمار وفي وجه هذا القضاء على قانون الأمة ووحدتها فأزالوا ذلك بالكلية ثم جاءت الأزمة الحالية وهي السادسة وهي أزمة يراد بها اجتثاث هذا الدين من أصله وتبديله وتغيبه فيراد تصنيع إسلام جديد يكون موافقا لما يرغب فيه الغربيون ويكون على حد مقاسهم وما يريدون وهذا لا يقبله الإسلام فمن طبيعي أنه لا يقبل التحريف والتنديل وأن كتابه محفوظ معصوم تولى الله حفظه بنفسه ولم يكن حفظه إلى العلماء كالكتب السابقة فالكتب السابقة وكان الله حفظها إلى العلماء الذين استحفظوها كما قال الله تعالى في ذكر التوراة وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يقولك يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أما هذا الكتاب فإن الله تولى حفظه بنفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له نحافظون وتعرفون أسلوب التأكيد إن والزملة الإسمية ولام الابتداء الموذنة بالقسم كل هذه مؤكدات تؤكد حفظ الله لهذا الدين وأنه باق منه بدأ إليه يعود حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوالدين ولذلك فإن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقيا دمشق يمينه على ملك وشماله على ملك من المهرودتين إذا رفع رأسه تحضر منهم من الجوان وإذا ططعه تقاطر كان ما خرج من ديماس لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاك ما يذوب الملح في الماء وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره ويأتي حكما بشريعة الله مجددا لشرح الله كما قال الله تعالى في سورة هود فمن كان على بجنة من ربه ويتلوه شاهد منه فمن كان على بجنة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم يتلوه أن يتبعه ويصدقه شاهد منه وهو عيسى بن مريم فهو منه أي من أمته ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى من قبل عيسى كتاب موسى وهذا التجديد لملة محمد صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بعيسى بن مريم بل في كل مئة سنتين يبعث الله من يجدد لهذه الأمة أمردينها كما تعفد بذلك لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن عيسى يعلمه الله الكتاب والحكمة فيعلمه الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة كما قال الله تعالى في سورة آل عمران ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فعيسى يعلمه الله الكتاب ولا يقصد به التوراة والإنجيل لأن العطفة يقتضي المغايرة فعلم من قوله يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل أن الكتاب هنا هو القرآن والحكمة هي السنة حكمة إذا عطبت على القرآن في القرآن فالمقصود بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل بعد ذلك هذا التجديد تحتاج إليه الأمة حاجة شديدة وبالأخص في هذا الوقت الذي نحن فيه الذي يهدد فيه كيار الإسلام وبيضته وقد شاء الله بحكمته أن يجعل المسلمين قضية عندما فاتتهم الخلافة الناظمة الجامعة أن يجعل لهم قضية توحدهم يجتمعوا عليها عربيهم وعجميهم ومشرقيهم ومغربيهم ألا وهي قضية القدس وفلسطين فقد شاء الله في ابتحاناته لهذه الأمة أن يمتحنها بأن يزرع في جسمها سرطاناً مقيتاً خبيثاً وهو الكيار الصهيوني لكن لم يشاء أن يزرعه في طرف من الأطراف فنزرع في موريتانيا والمغربة والجزائر لتناستها الأمة كما تناست الأندلس والسقلية وجزر الملوك وغيرها وقد حاول اليهود في تاريخهم أن يزرعوا كياراً له في جزائر وجاءوا بعلمائهم وتجارهم واجتمع في أيديهم سطوة المال وسطوة السلطان بخيانات بعض الزعامات حتى وقف علماء الجزائر في وجه هذا الغزو ومنه الشيخ سيد محمد عبد الكريم المغيلي الذي قتلوا ولده وآذوه ووقف في وجههم وقوف الرجل الشجاع الجزائري البطل وقد خرج إلى بلادنا فنزل فيها متقوياً على اليهود بالعلماء بعد أن كتب رسائله إلى العلماء يستفتيهم في الواقع هل اليهود بما فعلوا في الجزائر نقضوا العهد فأفتاه جمهور العلماء بأن اليهود قد نقضوا العهد بما فعلوا فاستباح قتالهم بذلك رضي الله عنه ورحمه وجزاه عن المسلمين خيراً فمنذ ذلك الوقت لم تقم لليهود قائمة في هذه البلاد وكان للعلماء فيها شوكة ومكانة وتأثير لدى الشعب الشعب الجزائري عموماً لا تلقى أحداً منهم إلا وهو يصدر عن رأي العلماء ويقدرهم ويمكن أن يكون كثير من ذلك في ميزان حسنات المغير رحمه الله فهو الذي رسخ شأن العلماء وجدد ذلك في هذه الأمة الجزائرية قضية فلسطين بمثابة الخلافة لأنها يجتمع عليها المسلمون ويهتمون بها جميعاً شاء الله أن يزرع هذا الكيانة وهذا السرطانة في قلب الأمة الإسلامية في بسرى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والمكان الذي أعلن الله به إمامته وعلى الأنبياء جميعاً فصلى بهم جميعاً صلى وراءه في المسجد الأقصى والمكان الذي نصب الله له المعراجة منه إلى السماوات العلا وما فوق ذلك حتى قال له جبريل عندما بلغ إلى سدرة المنتهى قال هذا مقامي لا أتعداه فرفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مقاماً يسمع منه صريح الأقلام وفرض الله عليه الصلاة ورده إلى المسجد الأقصى ولم يرده مباشرة إلى مكة وذلك إذا بارتباط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي جهة الرقم اليماني فيستقبل البيت الحرام ويستقبل بيت المقدس فالإمام صلى الله عليه للمدينة مكة بضعة عشر شهراً وهو يصلي إلى المسجد الأقصى حتى أن صلى الله عليه الآيات في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها ويولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم يولي وجواك شطرك وفي دقيقة واحدة أختصر فأقول سيد الرئيس فأقول إن المسجد الأقصى كان بسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مهاجر أبيه إبراهيم وسيكون مهاجراً للمؤمنين في آخر الزمان إلى المسيح ابن مريم إنها تكون هجرة بعد هجرة ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هذا المكان الطاهر المبارك جعله الله للمسلمين فهو مراث الأنبياء السابقين جميعاً والرسول صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بالأنبياء إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فهو وارث كل الأنبياء وقد ختم إمام منا مالك موطأه بقوله أخبرنا بن شهاب قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي خمسة أسماء فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الباحل الذي ينخل الله بي الكبرى وأنا الحاشل الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقل وبذلك يعلم أن هذا المكان للمسلمين أبدياً سرمدياً ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمؤامرة عليه بإعطاء الرئيس الأمريكي له اليهود لجعله حاصمة لهم إعطاءهم من لا يملك لمن لا يستحق ونزولاً عند رغبة فضيلة الرئيسة أختم حديثي فقط بالحديث بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودين في هذه القاعة المباركة فهذا الحديث يقولنا كفاب الرسول شرفاً أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولنا الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن مخضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلس عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي ممو الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العرقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصالي عن الحافظ أحمد بن علي بن حجرين العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب من الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السيجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداود عن عبد الله بن أحمد السرخص عن محمد بن يوسف بن مطل في ربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعي للأخاري قال في مقدمة صحيحه حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد للأصار عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره عن علقمة بن وقاص الليذي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل بلئ ما لوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبالإسناد السابق إلى البخاري رحمه الله قال في موضع آخر من صحيحه حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحالي عن حلقبة بن وقاصر الذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية وإنما لكل بلئ ما لوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه بارك الله بكم أشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة مفيدة مضيئة وأهلئ لكم بهذه الإجازة وهذا السند من فضيلة الشيخ وأفيد كلمة مباشرة إلى أخي سمير إن اختم اللقاء شكرا صيد